كمان على مستوى التقلق خلينا نتكلم كلنا بنتكلم طبعا على محمد صلاح طبعا الخطل الهجومي بنتكلم على ساديو ماني بنتكلم على ميلنر لكن كمان من العناصر الأساسية ويمكن كان خاد أفضل لها في المباراة فان دايك المدافع طبعا القوي أفضل مدافع في العالم برضو وجد نظرك إيه في عودة بقى فان دايك كمان لصفوف ليبر بول هذا الموسم والفارق اللي عمله على مستوى الانتزان الدفاع لليبر بول هتكلم عن الدفاع في وجود واحد من أهم المدافعين في تاريخ مصر الكابتن هاني مدافع عظيم لكن أعتقد أن وجود فان دايك عدم غيابه مثلا الموسم كان مؤثر جدا على ليبر بول وجوده السنة دي مؤثر بشكل كبير جدا في المنافسة مع ليبر بول فان دايك والمدافع الأفضل في العالم لا ينفسه أحد يمكن شوية بدأ يدخل روبن دياز مدافع منشاستر سيتي ينافسه شوية في الأفضل لكن ما أعتقدش أنه حتى الآن وصل لمستوى وظهر الفارق ده خلال الموسمين يعني ليبر بول بدون فان دايك ومع فان دايك حاجة تانية خاصة مظبوط أنا أشوف أن ليبر بول فان دايك ومحمد صلاح هم يعني ممكن تغير أي حد في الفريق مع هذا السناء ده أعتقد هو الموسم ده بان جدا تأثيره على الفريق تأثيره حتى هجوميا كمان على الفريق لأنه هو بيعتمد عليه أنه هو كمان بلعب الكرات الطولية بشكل من نسبة الأرقام كمان معايا محمد الأرقام وقدام السادة المشاهدين طبعا خلال المباراة محاولات على المرمى محاولتين على المرمى منهم ما بين واحدة ما بين القام العرضة فقد الكرة 3 بس ده رقم قليل جدا التمريرات صحيحة بنسبة 95% وده مهم جدا جدا للرجل اللي بيعمل بلد أب يعني بناء الهجمات من الفريق استخلاص الكرة 11 و3 في ملعب الخصم دي طبعا كان أكتر لعب استخلص الكرة للتحامات الهوائية 12 التحام هوائي منهم 8 صحيحة برضو كان أكثر لعب في الفوز بالالتحامات الهوائية إجمال للتحامات كلها الصحيحة كان الإجمال للتحامات 15 منها 10 صحيحة وبالتالي على مستوى الأرقام لو بتتكلم على مدافع أرقام رائعة أرقام رائعة واللي كمان عنده يعني عنده البيل أب من تحت بيعمله بشكل كويس والثقة اللي بيأخذها وسقة اللعيبة فيه بشكل كبير جدا بجانب كمان أنه قائد لكل ليفر بول من وراء بيتكلم بشكل أكثر من رائع يعني هو خلاص ما فيش شكل ده أفضل مدافع في العالم لكن أنا كمان بعيدا على فكرة البلد أب أو إزاي بيبني الهجمة مع ليفر بول هو بيعمل حاجة مهمة جدا مع ليفر بول أن أوقات في بعض الأوقات فيه بيستغل سرعة ماني وحمد صراحة بشكل مثالي جدا يعني أوقات بيختصر على الفريق بناء هجمة بخمسين متر مثلا القراط الطولية اللي فان دايك بيعملها في أماكن صعبة جدا في دفاع الخصم ما فيش لعب أعتقد في العالم حاليا بيقدر يعملها بالشكل ده يعني بيوصلك للجون بشكل كبير جدا فكرة أن أنت تختصر على فريق مجهود أنك تبني هجمة من وراء وتبدأ تتحرك بيها وتبني وتبدأ على الأطراف أو في عمق الملعب أو غير وأن أنت بتعمل كورة طولية لمحمد صلاح أو لماني أو حتى لأرنولد أو لزهير تيرنت أليكسندر بتختصر كتير جدا على الفريق في بناء الهجمة أضافة كمان أنه زكي جدا فكرة التوقع وهذا توقع قويس جدا فبيقطع بيشيل خطورة كبيرة جدا على الفرغول لأن أوقات الفريق بيندفع هجوميا بشكل كبير جدا فهو يعني بيقدر يعمل ده بشكل جيد كمان يمكن مساعد كمان ليفربول هو ما بيأخدش شوية من الإشادة ماتيب للمباراة الأخيرة جول ماتيب بيأدي مباراة جيدة جدا كمان مع ليفربول يمكن ده كمان السقة اللي بيديها فان دايك للمدافع اللي بيلعب جنبه بتأثر كمان ماتيب كان موجود الموسم الفات كان فيه انتقاضات كبيرة بتوجه لي رغم أنه فيه فترات من الموسم اللي كان جايد جدا لكن أعتقد أن وجود فان دايك لما بيلعب جنبه أي مدفع تاني بيظهر بشكل جايد جدا سواء على المستوى الهجومي أو على المستوى الهجومي أنا أعتقد معاك أن فان دايك سمعهم أمان مش بس الخط دهر لكل فريق ليفربول وبيعتمد عليه بشكل كبير جدا شكرا للمشاهدة